بعد 24 ساعة كواليس أكثر إصارة من مباراة الكمة نفسها موسيقى لم تنتهي مباراة الكمة في الدوري بمجرد فوز الزمالك بعد المباراة كان فيه توابع كثيرة سواء من جانب الزمالك أو أكثر من جانب الأهلي عقوبات من الربطة وغضب في الأهلي وفرحة عارمة في الزمالك وبين كل هذا وذاك في أوروبا في العالم الآخر كان فيه كورة غير الكورة موسيقى 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 يعلن بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة طبعا 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 هجيلكم لمطشاط دورة أبطال أوروبا اللي خلصت من شوية بس هسيبها شوية عشان لو قلتها من الأول وقولك اللي حصل والأحداث والإصارة والكورة الحلوة والجمال واللزازة والتقدم والحاجات دي كلها هتتقهر وهتحس من أنت زعلان قوي فمش هتكمل معايا الحلقة فهسيبها للآخر عشان خاطر إيه لو حبيت تسيب الحلقة بعدها تبقى الدنيا أسر الواحد لما بيشوف الكورة اللي في أوروبا دي اللي بدورة أبطال أوروبا بيقعد يقول يا جماعة ما هي يعني ما هي نفس الكورة ما هي نفس الكورة نفسها الكورة نفسها بتاع الدولة أبطال أوروبا شكلها حلوة يوي الكورة نفسها شكلها حلوة الكورة المدورة دي مش اللعب شكلها حلوة دا من الأصل يعني ما هي يعب بقى والأجواء والجماهير والفرق وكل حاجة بس يلا نسيبها شوية وهجيلك بعد شوية على تقاهل باريس سان جرمان وبروسيا دورتمون للنصف نهائي البطولة ماتش لعلي والزمالك خلص والزمالك كسب وفي حكاية لازم أتكلم فيها في الأول ونحط النقط فيه الحروف يا جماعة ونسهل الدنيا على بعض في أي حتة في الدنيا في أي مكان في الدنيا مباريات الدربي دي لها طابع خاص ما بالك أنت مباراة بين الزمالك والأهلي واحدة من أهم الدربيات في الشرق الأوسط والقرى الأفريقية والعالم فطبيعي يبقى فيه اهتمام وفيه زار وفيه ضحك وفيه منواشات كده كوميديا لزيزة لما الفرقة دي تخسر لما الفرقة دي تخسر دا عادي والله العظيم دا عادي والله دا عادي هو احنا بنتكلم فيه أصلا الأهلي يكسب يقول لك يا عم بص بقى بص جمهور الأهلي بقى بص الناس اللي بتشتغل في الأهلي بص عاملين حفلة إزاي وفرحانين اتكسبت وإي عم الزمالك يكسب بص يا عم بتوع الزمالك بقى عاملين زيتين وفرحانين ومش عارف إيه وبتاع انتو عاملين ايه يا عم ما عادي يا حبيبي ما هذه الكورة أصلا جزء من متعة كرة القدم أو أي منافسة رياضية في العالم هي المناوشات اللذيذة دي أروح عامل كومت هنا أروح داخل بهزر هنا أروح رايح لصحبي بكرة أقول له شوفت احنا كسبناك بقى احنا عملنا وبهدلنا فيك ومش عارف إيه منوحنا صغرين من قبل ما احنا نتولد دي الكورة في أي مكان في الدنيا مش بس في مصر طلعي بقى الناس تقول لك إيه الحق الحق ده بص طلع طلع كتب إيه ده رجل الزمالكاوي ده ابن نادي الزمالك اللي كان مسؤول قبل كده طلع بيقول احنا كسبنا الأهلي وعملنا في الأهلي ما هو زمالكاوي يا حبيبي طيب طلعي واحد أهليه ولما يكسب هو واحد زمالكاوي ولما الأهلي بيكسب يطلع يقول لك شوف فرج بقى على الأهلي وشايف الناس كلها مع الأهلي إزاي وشايف الناس كلها بتحفل إزاي وشايف يا حبيبي ما كسبان كسبان يعني احنا بقينا أصلا عندنا مشكلة في فكرة إن احنا بنتكلم في البدايهيات المطلوب يعني يعني اللوقتي مثلا في الإيتي كسبانة أنا في الإيتي كسبانة مش الإعلام حط الإعلام ده على جنب مشجع عادي في الإيتي كسبانة أنا المفروض أعمل إيه أقول لا أنا مش أخش همبسط على الفيسبوك أو على تويتر عشان خاطر صاحب الأهلاوي ما يزعلش وما يتقمس أنا بقى إيه أهلاوي أنا زي ملكيه والأهلي كسب فأنا مش أخش أقول كلمة تدايق الأهلاوي عشان يكون ما كسبانين هي قصة ماشية إزاي معاكم وليه بقى عندنا حسيات في الكورة بالمناسبة يعني السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا على قنوات أجنبية اتفرج على قنوات الأجنبية بيحصل فيها اتفرج على المشجعين بره على تويتر بيكتبوا إيه لما في رقيتهم بتكسب حفلت وطلع ده على المسرح وهزر وتلاقي المزيعين والمحللين بيهزروا مع بعض وتلاقي المحلل ولا المزيع بيلفل لستوديو كده وبيعمل رأسها لما في رقيته أصلا بتكسب والدنيا سهلة ليه يا جماعة البساطة عشان إحنا بنتكلم في الكورة فيه ناس بقى خدتنا الفكرة إيه لا 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 اوعى اوعى تباين المبساطة اوعى تباين ان انت فرحان رغم ان انت ابن الزمالك وابن ابن من الزمالك وانت ابن الاهلي وابن ابن الاهلي تمام بس لو عملت كده هيتقال عليك متعصب لو بينت فرحتك يبقى انت ماينفعش تشتغل في العمل العام ليه مين قال كده ازاي بقىنا نحسب الأمور بالطريقة دي رياضة كورة تسلية متعة ضحك هزار لزازة لكن عشان إحنا أصلا ما بقناش عارفين نتفهم ده فالموضوع راح مننا في سكة تانية لو نزعل وندرب ونقصر ونشتم ليه كل ده في حاجة أصلا هي ما فوق بترفع عنك دي نقطة بس حبيد أبدأ بيها يعني عشانا دايما بعد مباراة الاهلي والزمالك سواء الاهلي كسب سواء الاهلي كسب بشوف المناوشات دي وتلاقي دايما دايما تشوف الجملة دي مشهورة أوش الاهليه ولما الزمالك هو يكسب أو الزمالك يكسب يخش يقول لك إيه يا عم أنتو إيه يا عم أنتو كسبتو كاس العالم الزمالكاو لما الأهلي يكسب إيه يا عم أنتو تقول يا عم أنا حر أنا حر أنا شايف أن المباراة دي هي أهم مباراة في حياتي أنا بقى أحب المطشاط بتاعدي الدولة أكتر من مطشاط الكاس أنا بقى أحب مطشاط الكاس أكتر من مطشاط الكاس أنا حر إيه فكرة بقى أن كل واحد هم نعلق على بعض دي حكاية حكاية تانية نادي الأهلي بعد المباراة دعبت الأهلي بعد ما دخلوا غرفة خلق الملابس وبعد ساعات من المباراة كمان كان في حالة حزن شديد بعد المباراة تحديدا أكتر لاعب في الأهلي كان في حالة حزن شديد لدرجة أنه زملائه بقى هما اللي يهدوه كان أحمد نبيل كوكا أكتر لاعب كان متأثر بالهزيمة وعلى فكرة عمل مباراة جيدة جدا لمباراة عامل السلية بينكو سين كده تعصب وتنرفز وقال للعيبة في غرفة خلق الملابس بعد المباراة أنه هما ضيعوا مباراة كانت في إيديهم بس هو متعصب كده قال لهم لازم تبقى صفحة وتقفلت احنا عندنا مباراة صعبة جدا أمام مازينبي لازم نركز فيها ولازم نكسبها ونتأهل نهاية دورة أبطال أفريقيا عشان علاقتنا بالجماهير تفضل علاقة جيدة أنتوا جيل محترم أنتوا جيل محترم رامي ربيعة اتكلم مع اللعيبة أنا أتكلمك على اتنين كبات في الأهل رامي ربيعة قال لعيبة النادي الأهلي أنه هما لازم يتقبلوا انتقادات الجماهير قال لهم أنا هعمل ده على نفسي أنا هيتم انتقادة بشكل كبير جدا وده حصل فعلا وقال هبقى متقبل جدا الغضب دوت وطلب من اللعيبة أنه هما يركزوا زي ما عامل السورية قال في مباراة مازينبي وينسوا الدوري دلوقتي وقال لهم أنه إحنا لسه في مكانة جيدة في الدوري الممتز ده ما بعد المباراة كواليس ما بعد المباراة في غرفة خلع الملابس طيب اتقال النهاردة أنه كابتن محمود الخطيب طلب مارسل كولر في اجتماع طارق ومجلس الإدارة طلب مارسل كولر في اجتماع طارق الكلام ده مش مزبوط كده كده كان فيه اجتماع هيحصل بين الكابتن محمود الخطيب ومارسل كولر عشان يشوف أحوال الفريق وطلبات الفريق والتفاصيل من هذا النوع وكابتن محمود الخطيب بحسن مصادرنا في النادي الأهلي أجل هذا الاجتماع لبعد المباراتي مازينبي في دوري أبطال أفريقيا عشان ما يحصلش تشتيت في التركيز بالنسبة للمدرب وبالنسبة للعبين ما فيش يعني قرار ثوري وناري ضد الجهاز الفني زي ما بعض الناس قالت أو بعض الناس كتبت دي حكاية اللي جاهد بقى مفاجأة مفاجأة المفاجآت خبر حصري خبر مجاز زيه لو لولكم ده خبر غير متوقع بالمرة خبر ستتناقلوا وسائل الإعلام العربية والعالمية وفل حتة في الدنيا النادي الأهلي قرر قرر عدم التجديد لأنتوني مودست تاني النادي الأهلي قرر عدم التجديد لأنتوني مودست بالمناسبة القرار بش عشان ماتش الزمالك ده من قبل كده كان النادي الأهلي واخد هذا القرار من حوالي شهر تقريبا يعني وبلغ مارس الكولر بالكلام دوت ومارس الكولر موافق ووكيل أعماله كمان عرف بالأمر يعني مودست هينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري كان فيه كان فيه في العقد باند يسمح للنادي الأهلي انه جدد له موسم آخر يعني لو كان مودست مودست أدى أي شيء مع النادي الأهلي فطبعا أنا من شوية كنت بهذه أنا بقول لك خبر حصري ومفجأة وبتعشان بعد كده الناس يقول لك كريم بيقولوا بعد كده تلعى الخبر عادي أكيد ده اسقاط أكيد ده هزار عشان مودست سيء جدا بالمناسبة يعني وعادة بالمناسبة برضو لا أنتقد لاعب بشكل مبالغ فيه وبقول دايما أنه كل لاعب عنده له وعليه وساعات بيقدي كويس وساعات ما بيقديش كويس فمش محتاجة مبالغات في الانتقاد بس مودست بقاله شهورة هو ما فيش أي أمارة ما فيش أي حاجة ما فيش ده لدرجة إنه لما بيلمي سكورة بنقول الله هو أكبر مودست لما سكورة ما فيش كده عبدا مهاجب فرنس ده المفاجأة في إيه بقى وأنا بفرج النهاردة على بروسيا دورتموند اللي صعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لما كسب أتليتكو مدريد النهاردة أربعة كسبهم أربعة حتى سرح كده بخيالي يونهري سويد ده بروسيا دورتموند ده يا جماعة كان من عشر شهور بس المهاجم بتاعه كان أنتوني مودست الفرقة اللي كان بيتطلع ناري النهاردة دي اللي كسبت أتليتكو أربعة اللي وصلت لنصف نهاية دوري أبطال أوروبا كان معاهم من عشر شهور الراجل المهاجم بتاع النادي الأهلي ده اللي لمس الكرة مرتين بس في 45 دقيقة أمبارح قدام نادي الزمالك كان مهاجم في الفريق يا سبحان مغاية الأحوال فبرضو بالمناسبة يعني أنا وانا بنتقد بنتقد أنتوني مودست ما بقدرشي أقول أوي يعني إن الأهلي عمل حاجة غلط أو جريمة أو إزاي تجيب أنتوني مودست فبرضو الأهلي راح اشترى مهاجم بيلعب في بروسيا دورتموند وصيف الدول الألماني الموسم اللي فات بواحد من أكبر فرق أوروبا وكان لسه شغال يعني أنتوني مودست كان لسه شغال يعني وبيجيب أهداف مع دورتموند فأنا كأهلي أتلامي إزاي أنا عملت إيه غلط أنا جاي بمهاجم فرنسي وبيلعب في بروسيا دورتموند وكان بيشتغلوا بيسجل الأهداف إيه بقى أنا عملت إيه غلط النادي الأهلي كان بيفكر أن مراوان عطية يخش مباراة الزمالك اللي فاتت الجهاز الفني وبعد كده قال لك لا نستنى عليه شوية عشان مباراة مازمبي أهم مباراة مازمبي هتتلعب على ملعب نييل صناعش والنادي الأهلي أو الجهاز الفني للنادي الأهلي غالبا مش هيخاطر بمراوان عطية في مباراة الزهاب خوفا من تجدد الإصابة أو يحصل له مشكلة أكبر في العضلة الخلفية فالرغبة عند الجهاز الفني أنه يأجل مشاركة مراوان عطية لمباراة العودة قدام مازمبي يوم 26 إبريل الجاري هو مراوان تحسنت حالته على فكرة ويقدر يشارك في مباراة الزهاب بس فيه خطورة ما عليه خاصة المباراة على نجيل سنو عشر دي حكاية مراوان عطية بالتشابه نفس الأمر بالنسبة لوسامة أبو علي فيه مخاوف عند الجهاز الفني النادي الأهلي أنه يدفع بوسامة أبو علي خاصة برضو أنه أبو سامة أبو علي جاي من إصابة ما كانتش مدتها قصيرة واحتمال ما يبدأش هو مباراة مازمبي مباراة الزهاب ووارد جدا أنه برضو أنتوني مودست هو اللي يبدأ المباراة القادمة مباراة الزهاب خوفا من إصابة أسام أبو علي خذ بالك نجيل الصناعة ده مؤذي مرعب مرعب لأي مدرب وأي لاعب والأسف الإصابات عليه بتبقى كتير جدا يعني طيب ياسر ابراهيم كمان مدافع الأهلي ماشي بشكل كويس جدا فيه التعافي من إصابته في العضلة الخلفية أنهب برنامج التأهيلي للتعافي هيكون جاهز إن شاء الله لمباراة العودة قدام مازمبي طبعا هيبقى جاهز تبين بس هيشارك وقالا ده طبعا هيكون قرار مرسل كولر بالنسبة لإمام عشور ومحمد الشناع وقالي وديانج خلاص الاتنين هيبقوا جاهزين أو التلاتة هيبقوا جاهزين للمشاركة مع النادي الأهلي بعد مباراة العودة أمام مازمبي يعني تقريبا مع نهاية الشهر الجاري التلاتة هيبقوا جاهزين ومرة أخرى يا جماعة وفي دي نقطة مهمة برضو عشان برح الناس كلمت معايا في الجزئية دي وهكررها الأهلي عنده إصابات كثيرة والزمالك عنده إصابات إصابات النادي الأهلي في عناصر أساسية جدا وكلهم مع بعض يعني إيه يعني فيه ست سبع لعيبة أساسيين ووقعوا مع بعض ده يعمل خلل لأي فريق هتقول لي تما هو الزمالك فيه إصابات هقول لك طبعا طبعا مش بس كده على فكرة الزمالك مش فيه إصابات كمان الزمالك القوام بتاعه أو القوامة بتاعته مش مكتملة فيها نواقص كثيرة فطبعا الزمالك عنده مشكلة هو الآخر في الإصابات بس الزمالك مش لعبته الأساسيين مش كلهم أساسيين الفرقة بتفوق بعناصر جديدة واخدين دفع كده اللي ايه دفعت المدارب الجديد والعناصر الجديدة فأمورهم مش هقول أفضل من الأهلي بس أمورهم متسستم يعني مفهومة شوية وده برضو مش معناه أبدا إنه الزمالك كسب بالحظ قدام الأهلي إن الزمالك كسب عشان الأهلي عنده إصابات عشان برضو تاني الأهلي عنده عمق في التشكيلة بس الزمالك كان جيد الزمالك بالمناسبة كان جيد في المباراتين سواء مبارات الدول أو مبارات نهاية الكاس سواء اللي اخسرها قدام الأهلي في نهاية الكاس أو اللي اكسبها في المبارات الدول المباراتين بقى في المجمل مستوهم الفني مش كبير مش كبير وانا بقى هنا هقول بس جملة واختصرها جدا فيه مشكلة كبيرة جدا وضخمة في مستوى كرة القدم المصرية وفراءها ولعبيها وكل شيء انا قلت الكلام ده ببارح يقول لك اه الحاكين بيقول لك بقى فيه مشكلة في كرة القدم المصرية عشان يزمالك كسب يا فنم والله يا ابدا انا قلت كده ولما احتريها لما لقى لكسب الكاس وقبل كده وقبل كده وقبل كده المطشبت هتلعليه زباك بتشم الممتعة جماعة اه في فرقة بتكسب من الاتنين بس المباراة نفسها ما فيهاش اداء فني كبير وحلو عندنا مشكلة عندنا مشكلة اكبر ناديين في مصر لما بيلعبوا قدام بعض ما بيدوناش كرة حلوة يبقى فيه مشكلة في الكرة بشكل عام في مصر يبقى نفتح لها مجال في وقته يعني مرس الكرة المدير الفني للنادي الاهلي بالاتفاق مع الكابتن خالد بيبو تم الاستقرار ان الفريق هتضرب فيه ملاعب ملاعب النادي في مدينة النصر قبل السفر الى الكورن عشان فيه ملاعب هناك نجيل صناعة فاللعيبة تاخد عليها قبل ما يروحوا للكورن ويواجهوا مزمبي ان شاء الله كرة بالمناسبة كان ادى اللعيبة راحة النهاردة النهاردة السلساء وفقا للبرنامج التدريبي اللي كان متفق عليه من اسبوع مش عشان خسر الفريق من الزمالك دي احكاي لسه مع النادي الاهلي والنادي الاهلي بدأ يتحرك بالنسبة لمباراة العودة قدام مزمبي وطلب انه يكون موجود في المدرجات الساعة الكاملة للمدرجات بالنسبة للجماهير في استاد القاهرة الدولي عايز يضمن تواجد جماهيري كبير في هذه المواجهة وانا شايف انه الاهلي في امسل حاجة لهذا الامر انه الاستاد يبقى ممتلئ عن اخره طيب بمنسبة مواجهة مازمبي مواجهة النادي الاهلي امام مازمبي معايا الان جويل كمواكي نجم فريق مازمبي ال اصبك يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 ميسي جويل طيب سؤالي الاول ليك وهو يخص المباراة القادمة بين الاهلي ومازمبي كيف تنظر لهذه المواجهة الكبيرة بين النادي الاهلي ومازمبي حسنا في البداية فان مباراة اهلي ومازمبي مباراة صعبة جدا لسي اعرف فريقي مازمبي جيدا واعرف ايضا الاهلي ذلك العملاق الكبير في افريقيا انها مباراة طلب على التفاصيل الصغيرة لدى الفريقين خبرة في لعب مثل هذه الموعيد في نصف النهائي والنهائي من هنا تأتي صعوبة المباراة كما ان فريق مازمبي بما يملك من لاعبين شباب بجودة عالية والاهل بما لديهم من خبرة لذا اقول واكد ان المباراة صعب التنبؤ بنتيجتها في رأيك ايه ابرز ما يميز فريق مازمبي في الوقت الحال حسنا رقم واحد هو ان الفريق يملك لاعب شباب موهوبين ولديهم من الشخصية التي تؤهلهم للاعب مثل هذه المباراة الصعبة و على مستوى الخط الهجومي لدينا لاعبين يمكنهم التسجيل في اي وقت وعلى مستوى الدفاع ايضا هناك لاعبون يتميزون بالاكسام القوية وتمكنهم من العبور الى مباراة النصف النهائي خارج الضيار لو تتذكرون ذلك لو تشاهد النادي الاهلي ما اكثر ما يماز النادي الاهلي من وجهة نظرك حسنا الميزة الاكبر هي جماعية الفريق الاهلي التي تمكنه من التسجيل من اي مكان في الملعب وكل اللعبين من كل المراكز يمكنهم التسجيل هم فريق جيد جدا به عناصر ممتازة وممتازة 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 لكن اؤكد ان فريق تيبي مازينبي يدخل هذه المواجهة بهدف وحيد وهو الفوز وتخطي عقبة الاهلي هل كنت تتمنى ان لا يواجه مازينبي النادي الاهلي في الدور النصف النهائي ترامل على ربع تحضر ما كانت هل تريق اشتري أن ما كانت تحضر 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 فريق الأهلي معروف بالنسبة لنا وليس بالفريق الممهون وإذا كنا نريد أن نصل إلى النهائي وأن نفوز باللقب فبالتأكيد يجب أن نكون مستعدنا لمواجهة الفرق الكبيرة سواء الأهلي أو غيره لذا فإن الفريق أمامه عمل صعب سواء كان الأهلي أو غيره فريق تيب مازينبي يجب أن يتحل بالتركيز الكامل لخوض هذه المقابلة الصعبة والصعبة جداً جويل كمواكي النجمة فريق مازينبيا ومنتخب الكونه السابق ما قبل مباراة النادي الأهلي أنا بشكله شكراً جزيلاً على هذه المدخلة طيب النهاردة يعود إلينا مرة أخرى الدوري الممتاز دوري نايل فريق بتروجيت بتروجيت اللي أما طلع من عنده نجوم كسر ولعبين رائعين جداً النهاردة فاز على فريق راية ثلاثة لشيء في الدور الثاني من دوري المحترفين رفع رصيده إلى النقطة 57 ويكون أول الصاعدين للدوري الممتاز هذا الموسم بتروجيت غايب عننا بقى له خمس مواسم خمس مواسم كتير اعتدنا احنا بتروجيت في الدوري الممتاز كان هبط في موسم 2018-2019 لكنه يعود مرة أخرى إلى الدوري الممتاز طيب معي عبر الهاتف الآن اللاعب السنغيالي إسماعيل بامبا مهاجم وهدف فريق بيتروجيت وهدف الدوري المحترفين واحد من أهم اللاعبين اللي ساموا في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز مساء الخير مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 بهنيك على الصعود للدوري الممتاز بهنيك على الصعود إلى الدوري الممتاز ألف مليون مهلوك شكرا على اللي يباريك لك اللي يباريك لك العربي كويس العربي كويس واضح طيب قول لي فرحتكم النهاردة بالسعود بتروجيت واحد من الفرق الكبيرة في كرة القدم المصرية وله باع كبير في الكرة المصرية هبط إلى الدوري الدرجة الثانية من خمس مواسم الآن يعود مرة أخرى إلى الدوري الممتاز صف لي هذه الرحلة نحو الصعود مرة أخرى للدوري الممتاز أول حاجة أقول مبروك على مكتب نارو على صعود دار الممتاز بباريك لصعابي لكل داخل في الصعود ومدير الفاني كنتم شايد أمل نتيجة كبير جدا معنا وكانت ابن فترة زي فترة زي جدا 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 أول وربنا أبريك لصعود وقول له مبروك على كل فريق اللعب في الدوري الممتاز حاجة أكيد تستنعها أنت وكل زميلك بإذن الله إن شاء الله الفريق حاسس أنه قادر على التواجد وسط الكبار في الدوري الممتاز حصل إنفع إن شاء الله وأن كل بيسنيني بتروزيس الممتاز ويعني المكان بتروزيس الممتاز صح عندك حق 100% أنت مستمر مع فريق بتروزيس عقدك ممتد مع فريق بتروزيس إن شاء الله إن شاء الله مستمر أيضا طيب أنت متعلق جدا في دوري المحترفين ومسجل 13 هدف في وسط هذا التعلق جالك أي عروض من أنديت الدوري الممتاز لا 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 لسه لسه وفضل السنة مع بتروزيس وأنصوف يحسن الخير يعني وربنا يكرمنا أنت أكمل معهم طب وعادهم في الدوري إن شاء الله إن شاء الله طيب قل لي بقي حكاية العربي إذا تعلمت العربي إزاي على ناس هنا في البلد أه أعلمتوا عربي على ناس في البلد هنا وفي النادي كثير من النادي أنا رحتها كان لابت في الداخلية واشرط بأكلم معهم يعني باللغة البلد كده أهم ذو كده بالأراب أنت في مصر بقى لك كم سنة؟ سبعة سنين سبعة سنين وتعلمت عربي أوه ما شاء الله بس عربي كمان وعربي حلو كمان يعني آه آه بحاول بحاول مين اللي ساعدك في ده؟ الزمالي الزمالي في النادي هم أفضل مش بكلموا معي إنجليزي بكلموا عربي بس وأنا كده بيسمع بفاهم بأسهل عشان كده يفاهم أنت في السورة يعني مين أكتر واحد هو اللي علمك بسهولة؟ آه كتير أنا أعديت أني كتير لايبة كتير آه في حد بعينه يعني يفضل يقعد معاك ويقعد يعلمك؟ آه لا 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 لايبة بس كلهم على ضوء متابعتك ليه الدوري المصري بقى الممتاز الدوري الممتاز مين أكتر اللعيبة الأجانب اللي أنت بتحب تتفرج عليهم المحترفين اللي موجودين في الدوري المصري؟ دلوقتي دلوقتي كنت مفرج اللعبة باللعبة في السراميكا بفرجهم كتير أو لا أنت مين من اللعيبة اللي موجودة في الدوري المصري أجانب بتحب تتفرج عليهم؟ أيوة باللعبة في اللعبة وفي السراميكا بسعرف اسمه لعب موجود في سراميكا سراميكا بيشارك اسمه عشان اسمه صعب عليه سواء بقى سواء بفرج وعرف رقمه بفرجوا كتير ورقم تماما بتاع سراميكا ده اه تماما ايه بفرجوا كتير اسمعين يا بامبا مهاجم وهداف فريق بيتروجيت الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة طيب من شوية كنت أكلم معكم فيما يخص النادي الأهلي أما فيما يخص نادي الزمالك فنادي الزمالك بحسن مصادرنا فإدارة النادي بتجاهز خطاب لاستفسار من الربطة عن موعد إرسال أسماء الأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم الجاي الزمالك طلب من الربطة في الخطاب الحصول على استثناء من جانب الاتحاد الأفريقي لمد فترة إرسال أسماء الأندية المشاركة لفترة أطول عشان مبدأ يعني تكافؤ الفرص ويبقى الزمالك في موضع أفضل يخليه موجود في دوري أبطال أفريقيا الموسم اللي جاي والفئة تبقى متساوية في عدد المبراج فتبقى الأمور أسهل وإلغاء فكرة إرسال أسماء بالنسبة أو بناء على نتائج الدور الأول طيب مواقف الرابطة إيه؟ فترة اللي فاتت مسؤول الرابطة فعلا رابط الأندية حاولوا الحصول على استثناء من جانب كاف لكن الكاف رفض طلب رابط الأندية المصرية وبالتالي هيتم إرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية بناء على نتائج مباريات الدور الأول للفرق اللي هتكون موجودة في البطولاتين دولة أبطال أفريقيا والكون فيدرالية تمام؟ تمام بالنسبة لزيزو زيزو تعرض لكادمة قوية جدا في القدم وكان فيه ورم بعد المباراة وجاز الطب استنى إن الورم ده يخف شوية عشان يقدر يعمله أشعة ويعرف بعد كده تفاصيل الإصابة وتحديد فترة العلاج ومدة الغياب دكتور محمد أسامة طبيب الزمالك قال لجوزي جوميز الموديل الفني إن زيزو بنسبة كبيرة هيغيب عن مبارتي دريمز في نصف نهاية الكونفيدرالية الأفريقية وعودته هتكون غالبا في مباراة البنك الأهلي يوم 2 مايو اللجاج يعني زيزو وهتبقى أخسارها كبيرة جدا بنسبة كبيرة خارج مبارتي دريمز في الكونفيدرالية الأفريقية للأسف يعني دعا مهم جدا هو بالتأكيد الزمالك يخسروا في مباراة زيدي المباراتين طيب نهار ده رابط الأندية أصدري بعض العقوبات الخاصة بمباراة القمة والعقوبات كلها لحاجة ماكادش مفوت تحصل بستعال أقولك العقوبات عن إيه وبعد كده نعد نتكلم شوية تقريب نادي الزمالك خمسين ألف جنيه وده لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت إقاف عمرة أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مباراتين وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة عدم مصاحبة مصطفى حسين ميلا عامل فريق الزمالك في المباراة لمدة أربعة مباراة لتعمده سحب وإخفاء الكرات في الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت طيب أقول لك رأيي في القصة دي أنا مستني من مجلس إدارة نادي الزمالك عقوبات على الناس اللي موجودة في الجهاز الفني للزمالك أو الناس اللي بتتعاون يعني اللي عملوا اللقطة دي عشان دي حاجة مش مفهاش حب النادي الزمالك يعني هم عاملوش كده عشان خايفين طبعا هم عاملين كده عشان خايفين على نتيجة بس كده هم مفهدوش الزمالك هم يضروا بصورة نادي الزمالك نادي الزمالك مش محتاج حد يعطى اللعب فرقة الزمالك دي الوقت فرقة جيدة جدا فمش محتاجها وحتى قبل كده وبعد كده الزمالك كبير فلا محتاج حد يضيع الوقت ولا يسحب الكور ولا يعمل اللقطة اللي دمها تقيل دي ومش بس كده ده هو فيه أطفال دول أشبال دول دول همفوض يبقوا مستقبل في الكورة اللي بيبقوا عاديين حوالين ملعب دول فأنت بتعلم الأطفال دول الأشبال دول إيه؟ بتعلمهم إياه كده هنقول اللعب والفير بلي والاحترام ويشتغل بمجهودك وتعبك وبعدين ده نادي الزمالك ده نادي الزمالك فعشان كده بقولك أنا لو ما سيقول في نادي الزمالك لأ هاتلي بقى الناس اللي كانت بتضيقوا دي بتتعاقب تعال يا حبيبي انت عايف انت كده بتدرب اسمي انت كده بتدرب بمكانتي وانت كده بتحب النادي انت كده لأ انت كده بتأذي النادي ما بتحبهش دي حركة مش كويسة أنا مش محتاجك تعمل لي كده فيه لعيبة كبيرة في الملعب فيه موديل فني وجهاز فني كبير على الدكة مش محتاجة أنا واحد يقعد يخب الكور صراحة يا طيب النهاردة النادي الأهلي في كرة اليد فاز بكأس السوبر الأفريقي وتأهل لكأس العالم للأندية بعد ما فاز على نادي الزمالك بنتيجة 23-21 مبرأة قيمة في مدينة تواهران الجزائرية مبرأة قيمة مصيرة جدا شوط الأول كان ينتقى بالتعادل 10-10 وفي الشوط التاني الأهلي حسم اللقاء بنتيجة 23-21 عشان يتوج بهذه البطولة كأس السوبر الأفريقي للعام الثالث على التوالي وهتواجد في كأس العالم للأندية 2024 شفت الدونية سهلة ازاي شفت الدونية سهلة هذه الرياضة برح الزمالك بيكسب في الكورة لأهلي النهاردة بيكسب في اليد بكرة الزمالك يكسب في البسكت بعده لأهلي يكسب في الطائرة والمنافسة لذيذة حلوة مش بقولك أنت كمشجع يعني مشجع لأهلي عايز زمالك يكسبك ومشجع لأهلي زمالك عايز لأهلي يكسبك بس دي الكورة ودي الرياضة ودي الحاجات المفروض تبقى طبيعية مبارح جمالي الزمالك فرحانة وبتهيس وبتفرح في صحابهم الأهلوية وانت النهاردة فرحان في صحبك الزمالكا وانت كسبته في كورة اليد والدنيا بتمشي تعال بقى أكدك برة أكدك برة النهاردة في قياب روبا نهاية دورة أبطال أوروبا بريس سان جرمان كان خسر مباراة الزهاب قدام برشلونة جي النهاردة بريس سان جرمان قدام برشلونة كسب أربعة واحد في سيناريو كارسي لبرشلونة سيناريو بصراحة أمش من مشاجعة برشلونة بس أروخه ضمر برشلونة النهاردة برشلونة كان متقدم بهدف بالنتيجة المباراة الزهاب والعودة كان فارق هدفين على بريس سان جرمان اتطرد أروخه في الشوت الأول بريس سان جرمان توحش سجل أربع أهدف وربع عدد اللي أول كان برشلونة أقدم عن طريق رفينيا في الديئة 12 أروخه اتطرد في الديئة 29 ديمبل سجل في الديئة 40 وبعد كده في تانية سجل في الديئة 54 وهم ببيه يسجل الهدف الثالث والرابع لازم ببيه يدي بصمة برضو تقيلة يعني فبريس سان جرمان رد الرمونتادة بنفس المدرب لويس إنريكي كسب النهاردة وأطاح ببرشلونة خارج دوري أبطال أوروبا مباراة أخرى كانت أكثر إصارة بكتير من المباراة اللي بقولك عليها شوف أربعة واحد مفقود بقى ما فيش بعد كده حلاوة تعال بقى على التانية دي بقى بروسيا دورتموند وأتلتكو مادريد أتلتكو مادريد كان كسبان مباراة الزهاب أتلتكو مادريد كان كسبان مباراة الزهاب اتنين واحد نهاردة دورتموند كسب أتلتكو مادريد أربعة اتنين السيناريو كان عامل إزاي بصت السيناريو كان عامل إزاي برنان سجل لدورتموند في الديئة 34 الهدف الأول بقى كمان سنسجل الهدف الثاني في الديئة 39 كده يصعد حلو لا جاء أتلتكو مادريد بقى في الشوق الثاني هم عمل معهم واجب وسجل هدف في مرموعة الهدف الأول لأتليتكو مدريد في ديئة 49 بعد كده أنخي الكورية سجل هدف الثاني لأتليتكو مدريد في ديئة 64 وكده يسعد أتليتكو مدريد يعني يعمل كومباك على دورتوموند ويسعد تمام؟ لا دورتوموند بقى راح عن طريق فولكروج سجل الهدف الثالث في ديئة 71 وبعد كده سبيتسر المكتشبية من الحاجة في فور المونيخ خالص سجل الهدف الرابع في ديئة 74 عشان يسعد دورتوموند برمونتادة النهاردة أمام أتليتكو مدريد ويسعد باريس سان جرمان برمونتادة أيضا قدام برشلونة في منتهى 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 الإصارة بقرأ بقى إصارة أصعب كتير شستر سيتي وريال مدريد بايرني ميونيخ وأرسنان كورة لا يجوز أصلا وانا أعاسف يعني لا يجوز أنها تتقارن بكورة احنا منلعبها ملاش علاجة خالص دي حاجة تانية وما يلعبوا لعبة تانية وإحنا منلعب لعبة تسعة لسا بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل كابتن الكبير كابتن أسامة عبد الكريم محلل رقم عشرة ومدرب حراس مرمو منتخابنا الوليمبيا السابق هيكون ضيفي خليكم معنا احنا بحضراتكم مرة أخرى شرفني وينواني كابتن الكبير كابتن أسامة عبد الكريم محللنا في رقم عشرة مدرب حراس مرمو منتخابنا الوليمبيا السابق كابتن أسامة مشرف والنور وحشني جدا ربنا أخليك أكيم وإنت لوحشني أكتر وأجازة طويلة طبعا شهر ربنضان كل سنة والنص كلها طيبين بالأعياد الكريمة والعظيمة وإنما أنت وحشتني في الفترة اللي احنا غيبنا فيها أخبرك إيه الحمد لله زي المباراة بشكل عام مباراة الآلي والزمانك والزمانك والآلي شفتها إزاي والله أنا شفت المباراة فيها شغل خطط الناس شفتها بالحالة الحماسية والتشجيعية إن هي متوسطة المستوى أنا شفت إن الشغل الخططي كان فيها كبير جدا من اتنين مدربين قدر جميز مدرب نادي الزمالك يتفوق على نفسه على كولر في إن إزاي يعلم لعبة الزمالك أبني الهجمة أطلع تحت الضغط إزاي أشتغل من عمك الملعب وبقلب الملعب بشكل كبير عشان أوصل لمرمى النادي الأهلي فأسرع وقت ممكن إزاي وده قدر يتقررنا الزمالك كتير فأنت شفت إن المباراة كان فيها تفوق من جوزي جميز طبعا بشكل كبير جدا حتى مع تغييراته حتى مع تغييراته إنما اللي ساعد كل الأحداث إنها تمشي لصالح جميز في التسعين دقيقة كان كولر اللي بتهيأ لنا إن جميزا ما ياخد المكافأة هيقسمها هو وكولر الاتنين مع بعض من نص إنت شايف إن كولر هو اللي أهدى المباراة الزمالك ما أهدهاش بنسبة كبيرة إنما كان ليه دور إنه هو بداية التشكيل ما كانش أفضل حاجة للنادي الأهلي طب تغييرات كلها لعجبتك ولا التغييرات عجبتني بس متأخرة ورأيي أنا إن التغييرات اللي كانت تتعامل في المباراة هو ده التشكيل اللي كان ممكن يبدأ بيه بس ده ده تغييرات مع بداية الشهو التاني آه ماشي أنا أقدر أنا النهاردة عايز أقول حاجة مهمة إن النادي الأهلي لعب أربع مباريات في الدوري بعد التوقف في الأفريقي الأربع مباريات في الدوري خد منهم أربع بونت هم أتناشر بونت خسر من البنك الأهلي أربعة ثلاثة اتعاد كسب زد واحد سفر اتعادل مع أين باتنين اتنين خسر من الزمالك اتنين واحد حلو فالإجمالي هنا أدخل فيه تمن أهداف وده عدد كبير في النادي الأهلي إنه في أربع مباريات في الدوري يخش فيه تمن أهداف هتناش معاك بقى بيرسي تاو حسين الشحات إمام عشور مولانا عطية ياسر إبراهيم محمد الشناوي ست لعيبة أساسيين في النادي الأهلي رايبين عن المدرب كويس لو ست لعبين أساسيين زي دول غيبوا عن منشستر سيتي بيبجر دول هيعمل ايه؟ لو ست لعبين زي دول أساسيين غيبوا عن ريال مدريد أنشلوتي هيعمل ايه؟ طبعاً هيبقى لهم تأثير ده موضوع منتهي طبعاً إنما في الآخر قيمة النادي الأهلي فيها أنا موجودش ديانجي كمان سبعة سبعة تمام قيمة النادي الأهلي فيها كم لعيب قيمة نادي الزمالك فيها كم لعيب أنت النهاردة كل لعيب بيخش النادي الأهلي أو النادي الزمالك ده أفضل كوالتي موجود في مصر أو أنت بتجيبه كمحترم طيب أنا مش مدافع عن مارسي الكول عشان بس أنا محاولش ألعب بفكرة إنه إحنا نتناقش مع بعض طبعاً بس حديك برضو المثالة أقربه لك شوية قيمة ريال مدريد فيها لعيبة كتير قيمة مانشاستر سيتي فيها لعيبة كتير بس لو أنا أقولت لك مثلاً مثلاً يعني من ريال مدريد غير فينيسيوس ورودريجو وكورتوة وفالفيرتي ومودريتش مثلاً وبيلينجهام أنا بعديلك أهو كده نحن كبير نفس سبعة كمان هل الموجود على دكة الريال هبوا بنفسه قوة دول مثلاً؟ بص مش هنقول إنه بنفس القوة 100% نعم على أقل 90% طب الفئة مش تتأثر؟ لا مش هتتأثر فئة هتتأثر ممكن يكون مثلاً إنه يكون مكسب يقدروا هم الموجود اللعيبة دي في الملعب يجيبوا مكسب سهل في المتناول في غيابهم هيجيبوا مكسب بس هيكون ممكن صعب شوية يتأخر توقيت الهدف شوية إنما في الآخر الأندية الكبيرة اللي فيها نجوم كبار وبتعتمد على مجموعة لعبين من الصف الأول في المستوى لا ده موضوع تاني أنت النهاردة ما بتجيبش لعيبة في فرقة في منتصف الجدول فدوبك بتجيب على أقل 13-14 لعيب كويسين والباقي يعني على قد الفلوس بتاعة إمكانيات النادي لا ده النادي الأهل بيصرف مصاريف كبيرة جداً الناس زبالك بيصرف مصاريف كبيرة جداً فكل الكواليتي اللي انت بتجيبه كلعيبة لا بيبقى كواليتي عالي جداً فما ظنش أن التأثير يكون تأثير بالشكل اللي بيبقى موجود عليه النادي الأهل في الفترة الأخيرة في الدور المنتج حلو ضرقك ورأيه بس تعالين ده بالحالات حالي بتبدأ بيه هوريك حالات فيه ضغط اللي حصل إزاي لعيبة الزمالكة بتضغط على لعيبة النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي إزاي كان بتدور الكرة بشكل كبير جداً يتفرق كده لعيبة النادي الزمالك بتضغط على كل حتة في الملعب هشوف كام لعيب من النادي الزمالك كده ست لعيبة ضغطين بعدين النادي الأهلي بيدور الكرة بشكل كبير جداً وشكل جايك جداً والنادي الزمالك بيضغط بيحاول الضغط من ناحية اليمين لناحية الشمال شوفت الضغط كان فين الوقت كان ناحية اليمين الوقت الضغط بقى ناحية الشمال لحد ما لعبت النادي الزمالك مش مدين فرصة لعبت النادي الأهلي لحد ما تستخلص الكرة بالشكل اللي انت شايفه بالشكل ده الناحية التانية هتلاقي نفس السيناريو ده لعبة النادي الأهلي بتضغط ضغط عالي هو وده الحاجات بقى أقف بقى أقف 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 بس بقص هنا لعبة النادي الأهلي الكام واحد بيضغط هنا تلاتة على تلاتة هو شايف المنظر عاملت ازاي فهنا في ضغط عالي رغم الضغط ده أنا أول مرة أشوف ودي من الحاجات اللي تحسب لجميز إن النادي الزمالك تحت الضغط العالي ده بيلعب كرة وبينقل كرة وعايز يطلع بالكرة ودي من الحاجات الإيجابية مشي Zombie المشي الحالة ودي من الحاجات الإيجابية اللي هي أيه وبص شايف ليه هنا الكوالات بتاع اللعبة النادي الزمالك علي والموضوع بتاد يعلم فبيضغط النادي الأهلي يضغط عشان ياخد كورته بشكل كبير فデه حاجات من الحاجات الإيجابية النادي كنت رعب الكورة بس في اللقطة دي الزمالك ما طلقش لا ما طلقش هنا الأهلي ما وبص oike بتفضل تضغط لحد دي ما بتوصل لمرحلة خلاص الضغط انت مش قادر تطلع بالشكل الكافي في عدد النقالات اللي انت توصل بالنادي ده انما ده بيديك حق او شكل جديد لنادي الزمالك ان انت او النادي الاهلي انه خلاص من مدرسة الاجنبية بتاعت تأثر على فكر اللعيب المصري والراجل جميز ده اما هياخد وقت معك والت لعيبة نادي الزمالك ويبقيد التدعيم خلي بالك لان انت ما جد حتى دعمت في الصفقات يناير دعمت قبل عيبة كويسة وكوالت عالي بس مش في كل المراكز اللي انت عايز لأ انا شكل نازة مالك هيبقى شكل متالش انا احكلم المدرب اللي تبال له امارات من الاول كده فجوزيغو ميز بيله امارات بالضبط مش هنقول ان هو خلاص حط ييده على الفرقة وخلاص والناس حفزت مية في المية بس في حاجات ونمط بقى شوية تحس انه ايه لأ المدرب حط نمط لعب واضح يعني استراتيجية بيعرف لعيبته انا عايز ايه بيديهم صيخة ازاي استلم وسلم تحت الضغط بيديهم الفكر اللي هو عايز يعملوا وهنشتغل ازاي طول التسعين دقيقة عظيم كملوا يا شباب الحالات عشان الكبت خلش على الحالة بقى اللي احنا بنتكلم فيها ان النادي الاهل ازاي اخطأ في بداية المبروة مثل كولر اخطأ في بداية المبروة بص دي حاجمة للنادي الاهل تمام شوف هنا طهر محمد طهر الطبيعي هنا مطهر يرفع وشه عشان يعمل الكروس ده يبقى فيه كام لعيب من النادي الاهل هنا يبقى فيه مثلا جناح ومهاجم وممكن ايوه هنا بص مين مودست والجناح الريطة هوا مين عمر كمان هو اللي ضمه واسرع بسرعة عشان يبقى موجود طب فين الكسافة العددية اللي فيها لعبة النادي الاهلي مش هتلاقيها موجودة بعكس كرة الهدف ماشي يا جماعة الكرة خلاص ماشي الكرة بص ايوه ماشي الكرة بص بقى هنا ايه اتنين همت بس من لعيبة النادي الاهلي على 3 من لعيبة نادي الزمن الجوة بعكس هنا اما النادي الاهلي يجيب الهدف بعد يما عمل التغييرات ونزل اللعيبة اللي تقدر تبقى موجودة جوة صندوق بص هنا لعيبة النادي الاهلي كم واحد جوة 18 هنا بص 3 ولسه ما دخلوش بص هنا اما كرة تتلعب اعبأ بس اعبأ كم لعيب هنا جوة 18 من لعيبة النادي الاهلي 6 شايف وغير الراجل اللي عمل القروس فده هنا فيه كسافة عددية فقدر النادي الأهلي يحرز هدف هنا في التوقيت ده كل اللي فات قبل أحراص الهدف قل لي لقطة انت ككريم وانت قاعد بتتفرج عليها شفت حاجة مؤسرة للعيبة النادي الأهلي على مرمى نادي الزماني لا شيء لا شيء يبقى هنا أصبح ان الكسافة العددية وفي الحالة الهجومية اللي بعد التغييرات اللي أمعدل كولر طريقة اللعيبة نفسها وطريقة اللعب واصلوب ان ينزل نوعية لعيبة تنفع تلعب مباراة زي دي لا هي اللي أصفرت عن اللي يكون فيه هدف للنادي الأهلي بالشكل ده ماشي الكرة ماشي الكرة خلاص فقدر النادي الأهلي يحرز الهدف من الكسافة العددية فدي نقطة مهمة جدا لازم النادي الأهلي يستوعب ده بشكل كبير جدا في اللي جاي هات الحالات اللي بعدها عندنا حالات طبعا الجزيري أنا شايف انه ما خدش حقه رغم انه هو رجل المباراة رغم ان الناس مبسوطة منه بشكل كبير جدا انه ما خدش حقه هنا أنا عايزة اقول بس اوقف ارجع ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني هنا عايزة اقول حاجة مهمة جدا واحنا كنا بنقولها الكرة لا ارجع من الكرة من الاول بقى شغل ماشي الكرة ايوة اول ما وقف بص اوقف عبدالله سعيد اوقف عبدالله سعيد اول ما قطع الكرة هنا اول حاجة افكر فيها ايه انه بس طولي انه على طول بس طولي يبقى هنا فيه المدرب بيقول حاجة لان الكلام ده ما تكررش مع عبدالله سعيد بس اتقرر مع ناصر ماهر في كرة الحدف اتقرر مع كل لعيب من نادي الزمالك بيستلم الكرة احمد حمدي نفس الكلام دونجا اي لعيب بيستلم الكرة في نص ملعب نادي الزمالك عايز يلعب من وراء مدفعين النادي الاهلي بشكل كبير عشان يعمل ماشي الكرة كده ايوة ماشي اوقف بص هنا مصطفى شوبر هنا عمل لقطة لازم تحسب له انه لقعه بالكرة ماشي كرة رامي ربيعة هنا متباطئ جدا بص واحد لايبي يشاور بققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق رمي رميعة عشان يسرق يبقى قدام الرمي ففي حالة بطء كبيرة جدا وكانت واضحة جدا ان الجزيري كان عامل حالة رعب شديدة جدا للاتنين السردباكين بتوع النادي الان اذا كان الرمي ربيعة او محمد عبدالبان هات الكرة اللي بعدها وطبعا دي كده لولا ان الدنيا مشت في الاتجاه ان رمي ربيعة ابتدى يعدل من نفسه كانت ممكن تبقى مشكلة ومشكلة كبيرة جدا طبعا كرة اللقطة دي بص بص مصطفة هنا في اللقطة بيبص بيلعب الكرة بدماغه هنا بيشاول له ازاي بص بص بيشاول له ازاي بيشاول له بايده اليبين بسرعة لازم تاخد خطوطين انت مستدل الكرة ازاي يعني الراجل ضغط عليك هات اللقطة اللي بعدها هنا شوف بقى هنا ناد الزمالك ابتدى ينقل الكرة ماشي الكرة ايوة ويحضر زي ده بقى الحاجات الجديدة اللي بيلعبها ناد الزمالك كله من العمك بص هنا مهار اوقف اوقف بقى اوقف لا اوقف اوقف اللي فاتت دي بص مهارة احمد حمدي دي بقى الكواليتي اللي قدر ناد الزمالك يجيبه بشكل كبير جدا انه يبقى عنده لعيب يلعب الكرة بالكعب ده وياخد اللعيب في ظهره ويجري فيدي مساحة لناصر ماهر انه في الحتة دي معاه كريم وليد اللي هو كريم نتفل طبعا هنا اخطأ اوقف اوقف لا انا ما تجيبش لناصر قبل ارجع واحدة اخطأ فيه ماكملش الضغط مافيش حال الضغط هنا بتكمل يعني هو نهاردة كان في ظهره هو وهو مد ظهره لملعب الخصم المفترض انا اكمل الضغط عليه كمل الكرة وهنا بيقابل كوكا برضو ما ضغطش عليه ادار تيحية الناصر مع متابعة لعب نفس السيناريو هنا اللي يلعب الكرة من وسط مدافعين النادي الاهلي في فرجة مصطفى شبير عمل اللي عليه في اللقطة الاولى اللقطة التانية ما قدرش خلاص كانت خبطت وخدمت الجزيرة انه تيجي في كعبه وتيجي قدامه مرة تانية عشان يقدر يحرز الهدف كان يقدر مصطفى خلي بالك بس هو طبعا هنا قراره في اقل من جزء من الثانية كان يقدر ياخد خطوة كمان عشان يقفل كل جسمه تحت الكرة طبعا من الحالات الصعبة انه من رغم الربيعة في الاول في الاخر ما تدرش يضرب الاسبرينت انه هو يقفل المساحة في الجون ازا ما اتلع مصطفى يقفل لان انت لو شفت من الاول الخطأ الخطأ كله ارجع بقى ماشي الكرة وهات بقى اللقطة من ايه من الرغم الربيعة ضرب فيها الافصاية للنادي الاهلي ماشي الكرة بس ايوة 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 ماشي الكرة بقى خليها في طبعيتها خلص شوف في ارتاحية هو في نص الملعب هو بعد الضغط اللي هم اعملوه بص رامي ربيعة هو اللي غطى وقف يشاور للحكم ومنكملش ايه طب انت وقف يشاور للحكم ليه الحكم في فار وكده كده كرة لازم تكمل وقف بس اوقف 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 اللي فاتت اوقف بص هناك جزيرة التحرك لعابية الزمالك واضح انه يخلي بالك ده عملوا مع الاتحاد السكندري وهم بيلعبوا المتش بالخلص نتيجة التلاتة اعملوه في اكتر من كرة في المباراة ان ازاي يلعب من بوس الاتنين السردباكات والاتنين العمكة ده عشان يضرب رامي ربيعة هنا ما شافش مش قاري الخط بوس الاربع على خط واحد للاربع مدافعين وهو الوحيد اللي مغطي واما جري عايز يرفع على الامصاي طب انت لو ما انت مرفعتش وجريت انت تقدر تلحق الكرة بشكل كبير جدا كمل اللقطة كمل اللقطة بس ده هنا الجزيرة دي مهارة لعيب ان نحط هنا وتصدي هايل بصراحة الكرة الاولية لمصطفى شبيب لو كم نكمل كمان واحدة كمان خطوة كان قدر يلحق قبل ياخدوا القرار ده وهو قبل ما يرفع بس طبعا كانت محاولة انما رامي ربيعة يتحمل الجزء الكبير في الهدف من اوله لاخره كمل احد بقى نشوف كمان الجزيرة عمل ايه مع مدافعين النادي الاهلي شوف الكرة دي برضو بوس الجزيرة هو بيروح بكرة بوس اتنين المدافعين رامي ربيعة ومحمد عبد منع اللي اتنين مش قادرين عليه بيعافر عن مال بيدغدغ فيه مهمة اللي اتنين مش بتديهم فرصة وحين بقى الوقف هقول شوف محمد عبد منع في الكرة دي انت النهاردة لعيب دولي ولعيب بتلعب بتمسل منتخب مصر وتمسل النادي الاهلي وبتلعب بطورة كبيرة زي بطورة الدور الممتاز وبطورة ابطال افريقيا كرة زي دي تقدر تخصرك وتقدر تاخد فيها كارت احمر لو حكم غشيم وحكم متسرع يديك كارت احمد لان انت قمت ضربت الفرود ودي من اللقطات اللي ما ينفعش لازم محمد عبد منع يراجع نفسه بشكل كبير جدا هقريك كرة تانية للمحمد عبد المنعم يقولك ان محمد عبد منع ما بقاش في تركيزه مش ده محمد عبد منع اللي انا عرفه اه فارجع له ارجع هات الكرة من الاولى بص هنا محمد عبد منع دي كرة ايه قاوت قاوت يعني بالايد يعني كرة بالايد بص محمد عبد منع بيعمل ايه وقف اشتغل الكرة ماشي الكرة بص محمد عبد منع بيعمل ايه بيقلش كرة بالايد هل محمد عبد منع في امكانيات وفي لعيب بلعب في النادي الاهلي بيعمل ده طبعا ده صعب جدا وكرة لولا تدخل الفارب بعد احتساب كابتان ابراهيم نور الدين الكرة ضرب الرقل الجزاء كان هتكلف النادي الاهلي مشكلة كبيرة جدا اه اه دمي التماث برضو دي من الحاجات اللي اتميز بيها النادي الزمالك بشكل كبير جدا هنا وسامة ابو عالي طبعا خدع الناس كلها خلي بالك في الكرة دي يعني سبت دفاعات النادي الاهلي مصطفى عمل تصدي الاولاني كويس جدا بص تقلق الجزيري ورجل حاطت قلب من الحديد فالجزيري هو رجل المبرى بشكل كبير جدا بعد الهدف ده ناس الزمالك فيه كورتين اما تيجي تتفرج عليهم يا كريم يقدر كان يعلي النتيجة على النادي الاهلي خلاص النادي الاهلي بقى بيهاجم بكل خطوته هتفرج على الكورتين اهو في الدربة الرقلية كل لعبة النادي الاهلي بصت قطعة الكورة الناس الزمالك يعمل المرتدة سيد نمار تمام والسرعات هيت ولا الجزيري في السرعات وبص بقى كام هنا اربعة رايحين اوه بقى اوه بص اربعة من نادي الزمالك على كام على اتنين من النادي الاهلي ادي اربعة همت ابيض واتنين جوة تمنتاشر بس هم اللي ايه النادي الاهلي في حجمة بعدها ماشي كورة دي ماشيها وهنا اللي لا تصدم مصطفى شبير اللي اخطر من الرائع كانت ممكن تكلف النادي الاهلي هدف تاني وتعلي النتيجة بدل اتنين واحد دي بقى تلاتة واحد هات الكورة اللي بعدها ماشي الكورة دي برضو نفس الكورة من الدربة سبتة برضو اهو وحجمة مرتدة برضو دي يقدر نادي الزمالك كان يقدر يحضر دي سيد النمار المراضي اللي بيجري في المساحة دي وهو اربعة على اتنين من النادي الاهلي طب دي تكررت كم مرة تكررت تلات مرات منهم واحدة دي دي ايه في واحدة تانية غير دي كمان تلات مرات تكررت عشان طبعا لوقت البرنامج ما تبقاش بنجري فيه بشكل كبير انما تكررت تلات مرات في ست دقائق فده عدد كبير جدا ان النادي الاهلي حتى وانا خسران وبشتغل لا في حاجة اسمها الالتزام الدفاعي والالتزام الخططي ان انا وقت ما بهاجم يكون في ناس ما امنا الحتة الدفاعية بشكل كبير انما تبقى بالشكل ده ان اربعة على اتنين تتكرر ثلاث مرات في ست دقائق ده معدل كبير جدا عن النادي الاهلي ما شفناهوش بتهيال يابلي كده حسلك على حاجة كنت بقولها في المقدمة النهار تتكلمت على الامور التكتكال اللي بيعملها المدرب سواء هنا جوزي جوميز او حتى مارس الكولر انا قلت حاجة بس قلت هقولها النهاردة مش هقولها مبارح بعد المباراة عشان تعرفها عشان تعرفها عشان يقول لك ايه الحق عشان الزمالك كيس وقال لك الكرة مش حلوة انا مش مبسوط بالمطشين بتقول الاهلي والزمالك سواء ده او بتحط نهاية الكاس الاتنين ما كانوش ممتعين كنت مثل انا يشوف مطش الاهلي والزمالك الاهلي كسب الكاس والزمالك كسب في الدورة بس الاتنين وحشين يعني مفهومش كرة حلوة كتير متطفق معايا ولا مختلف بص خلينا نتكلم بامانة وواقعية المدربين بيجوا هنا مصر بيتعلموا حاجة جديدة غير موجودة حتى في الدورة السعودي ما تلاقيهاش يعني ممكن احنا نتفرج على مباريات في الدورة السعودي في الدرب مثلا الهلال والاتحاد وتلاقي النتيجة خمسة ثلاثة النتيجة تخلص مش عارف ستة اربعة يعني ارقام القرى مفتوح هنا المدربين عارفين ان النتيجة ممكن تأثر على الرحيله يعني هنا هتتعامل بالحت مش هتتعامل ان انت ايه انت شغال مع ادارات مش هتحسبك على المباراة انت في الاخر هتحسبك على نهاية موسم فما فيش حتة الكرة المفتوحة دي مش هيقدروا ادهالك مش هيقدروا يفتح الجيم على حساب ان انا اخسر حساب ان انا تخش فيها عدد من الاهداف ان انا يبقى الدنيا مقفولة فانا عايز زيما اأمن الحتة الدفاعية ادفع كويس قوي ولو ما كسبتش مخسرش دي المدرسة في الدربيات اللي بتحصل بين نادي الزمالك والنادي الاهل انما في الدوري في الطبيعة في المنشاطة الطبيعية هو عارف ان لو خسر او تعادل هنا بتبقى فيه مشكلة كبيرة يعني هي مشكلة مدربين بس ولا مشكلة لعبين كمان لا ومدربين لا خلص مدربين انت قلت لي اللعبين اخبارهم ايه لا اللعبين عندنا برضو خلي بالك مش كل نوعية اللعيبة تستحمل حتة ضغط مبراطق مش كل اللعيبة عشان كده احنا ما بنتكلم مثلا في تشكيل النادي الاهل يعني النهاردة مثلا عمر كمال او طاهر محمد طاهر او مودست او الناس دي لعبة مش هنقول ان هي يعني ما عندهاش حتة ان انا اخد التغرغة بتاعت ان ابدأ مباراة قيلة زي مباراة نانت الزمالك اه ممكن يعني واحد زي عمر كمال عبد الواحد بيحب المساحات انت النهاردة ما بتلعبه في الحتة بتاعت الطرف في الحتة ما الزمالك بيجي يدافع فخلاص ما بقاش عنده المساح ان هو راجل بيتميز عنده السرعة عنده الكوة عنده التصويب دي كلها حاجات المميزات بتاعته فالنهاردة كمدرب ما عرفش وظف اللعيب في الحتة اللي هو اكتشف فيها في امكانياته يبقى دي عندنا مشكلة وده اللي وقع فيه كلار في مباراة القنة وفي مباراة اللي لعبها في الدوري قدر ينجح مع افريقيا لان انت في الاول في الاخر اللعيب المصري بتفوق على اللعيب الافريقي اه في الاول في الاخر بتفوق على اللعيب الافريقي في فكره في درجة تركيزه في المباراة ان هو مستوعب الموضوع اكتر من اللعيب الافريقي بيبقى عنده اكتر فدي طبعا مشكلة موجودة بين اللعيبة والمدير الفني يراك في لقدمه دونجا بالا في مين؟ دونجا دونجا من افضل مباريات انا شفتها له من اول ما اتفرقت عليه بيشتغل بشكل كويس جدا حاسس انه نص ملعبنات الزمالك بقى بتاعه تفاكر ايام برضو طرق حامد كان بيجي وقت من الاوقات انا كنت بقعد مع طارق وبدأ فهو حسس ان هو نص ملعبنات الزمالك ده هو صاحبه فانا ابتدت احس دلوقتي ان دونجا عنده شعور ان هو الكبير بتاع نص ملعبنات الزمالك فاي حد عايز يجي بتفضل تعالى لا انا موجود انا هغط وراك انا ملكش دعوة اغلط وانا هحل ادى مبرامة رسولينية هيلة جدا وقدر في كرة مع رضة سليم يشيلها في توقتات صعبة جدا في توقتات المبراءة بعد تغيير ترى دعاصيم ونزوله لأ من اللعيبة اللي يستاهل ان الفترة اللي جاية يكون ليه مكان كويس مع المنتظر بس لها تجوابني بصراحة جدا طبعا بدون اي حسابات ولا هنفكر مع بعض ما عنديش حسابات انت عارف بعيد عن مبراءة مبارح اللي ماختبارش فيها كتير عواد يعني تقريبا هل الزمالك محتاج حارس مرمى مش اقدر اقول لك دي يعني بص ناس زمالك فيه حارسين كويسين جدا أنا عندي قناة يعني محمد صبح حارس كويس جدا 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 وعواد حارس مميز جدا إنما واضح إن الشغل التدريبي كله لصبح وعواد واخد على موضوع إحنا بنضرب إزاي مش بندي فكر شكله إزاي بمعنى إيه بمعنى إن كل مدرب حراس مرمى زي المدير الفني بالضبط للتين عنده سراتيجية عنده فكر عنده أداء خططي بيحفزه لحارس المرمى بتاعه بيفراجه على كل حاجة وبيقوله أنا عايز منك إيه في المباراة أنت هتنفزه وإما الكرة تبقى فين أنت هتشتغل إزاي زي التعليمات بالضبط اللي بيديها المدير الفني للعشر اللعيبة اللي بيلعبه في الملعب فمدرب حراس مرمى ده مدير فني لحراسه بيعلمه كل صغيرة وكبيرة في المباراة وأنا محتاج منها إيه وبورها له بدل اللقطة 2 و3 ويتمرن عليها بدل المرة عجرة أما يستوعب ده ويشتغل على ده بشكل كبير لأ حراس مرمى تزا مالك أنا شايف هيقف حتة كويسة جدا جدا ويستهلوا يكونوا بمكانة أفضل من الأداء اللي أنا بشوفه في الفترة الحالية فرقت على المتشاط دولة أبطار أوروبا النهاردة دولة أبطار أوروبا فرقت على المتشاط بشجع الريال بشجع الريال؟ معانا يعني بعشاء الريال آه معانا الأبيض بص الأبيض في كل حتة أنا بعشاءه يعني بصراحة بغض النزل على الريال بس معايا يعني هو من ضمن من ضمن إن أنا بشجع الريال مدريد إن أنا بحب الناس زمالك والمؤسسة البيضة والتشيرت الأبيض لأ طبعا اتأثرت بي كبير وأنا بشجع في الدور الأسبوعي كابتال وسامة انت شرفت ونورت دايما بأمسوط بتواجدك معايا ربنا خليك حبيب أنا المبسوط جدا بيك شكورك كابتال وسامة حلسا مكملين مع حضراتكم بعد الفصل شرفني ونورني زملاء العزاء هاني عبدالصبور وعمر جباله وكثير من الكواليس المهمة خليكم معا يعرف بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة زملاء العزاء هاني عبدالصبور وعمر جباله وكثير من الكواليس المهمة معا بعد مبارات الكمة بين الزمالك والأهلي هاني منور الدنيا منور دايما يا كريم بيك ومتعلق دايما أخبرك ايه؟ كله زي الفرق كله سامن طيب منطيب يا حبيب عمور منور الدنيا اللهي كريم أنا مبسوط أني أنا معاك من ناردة ومعاني بالتأكيد بقولك حلوة؟ كله دمام الحمد لله طيب معنا دلوقتي عبر الهاتف من الجزائر الكابتن الكبير كابتن أحمد عادل لعيب أو لاعب فريق كورتريات بي النادي الآية الفائز اليوم بكأس السوبة الأفريقية أمام نادي الزمالك والمتأهل إلى كأس العالم للأندية كابتن أحمد ألف مليون مبروك الله يبارك في حضرتك ربنا يخليك الأداة النهاردة مبركة مصيرة جدا في كل أحداثها وكانت صعبة أكيد طبعا كريم الموضوع الماتشّاط الدرب دي طبعا بتبقى صعبة جدا حتى يعني في ماتشّاط الدوري حتى لو الماتششعة مش على بطولة بيبقى ماتشّال الدرب نفسه ببطولة فإنا كل ماتشّاطنا مع الزمالك طبعا فريق محترم طبعهم ماتشビطولة بس النهاردة زيادة شوية لأنه فيه سترس عشان فيه سترس عندهم وفيه سترس عندنا عشانهنا عايزين نحافظ على اللقب فهي دي كانت دي الفكرة يعني أمت حسيت أن المباراة كانت صعبة عليك أو حسيت أن المباراة ممكن تضيع في أي لحظة من اللحظات؟ لا بص يا جواء المباراة كلها طبعاً صعبة يعني أنا حتى بكبنة المطش في أول من الأول وكده كده أنا بسكور ثلاثة وبعد كده هم برجع ثاني ما كانش فيه لحظة أنت مش شاكك فيها أنت طبيعي يعني طبعاً في كل اللعيبة وبشكورهم جداً على الأداء ده طبعاً بس المطط دي بتخلص في آخر دقيقة في آخر ثانية طبيعي يفضل طول المطش فيه توطر اللي هيحفظ على نفسه أكتر وقت واللي هيحفظ على الكنترول بتاعه والجوة الضغط ده هو اللي هيكسب طبعاً طيب في هايمنة الكورت اليد في النادي الآهلي في السنوات القليلة الأخيرة يعني هايمنة كبيرة جداً النهاردة لقب ثالث على التوالي في السوبر الأفريكي تفسر بإيه دوت إزاي النادي الآهلي وصل بلعبة كورت اليد أنه يوصل للهايمنة دي كلها؟ الموضوع كله طبعاً هي هو يعني مقام على منظومة مش 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 عنصر واحد ولا هو منظومة كاملة لازم يعني جهاز محترم لعبة محترمة كله بتعليمات في سيستم بل يعني حتى لما كان فيه إخفاق السنين اللي فاتت على ما أعتقد كانت نفس المجموعة دي مع اختلاف بسيط كان فيه كامان عاصر من عندنا مشيت وعاصر كانت ممتازة جداً بس لما جي يعني شخص حطي سيستم والعبة تحطت في سيستم واحد نظام واحد عارفين بنعمل إيه بنأكل إيه بنتمرن إزاي؟ الموضوع ده طبعاً انت بتكتسب حاجات أكتر من الفرق التانية لو ما عندهمش سيستم او ما عندهمش حاجة زي نظام او او تمرين يعني الكلام ده كله فرق معنا كتير جداً جداً وده ظهر على النتائج بدليل إن احنا نفس المجموعة اللي خسرت قبل كده هي نفس المجموعة اللي بتكسب دلوقتي فده ظهر للناس كلها إن المشكلة ما كانتش في اللعيبة مشكلة في النظام الموضوع كله طبعاً فيه توفي من عند ربنا بس أنا شايف إن الناس الموجودة اكتهدت جداً والناس جات على حاجات كتير أوه في حياتها علشان تحاول تجني سمار التعب السنتين دول يعني صح ميزة كورت اليد تحديداً العلاقة بينكم العيبة أهلي ولعيبة الزمالك دايماً بتشوفها علاقة جيدة كتير علاقة جيدة النهاردة في المباراة؟ طبعاً طبعاً لا هي علاقة جيدة على طول يعني احنا مصحابنا وما فياش اي مشكلة بس جوا الماتش طبعاً ما فيش الكلام ده أنا ما بتنكر ذاتك وتنكر كل حاجة أنت بالنسبة لي خصم أنت عاوز تكسر تاخد مني البطولة وأنا عاوز أخد منك البطولة فطبعاً ده في يعني بنقاطل وبنلعب وبيبقى فيه خبطه وضربه ونفذت ملعب وزعيت وعادي جداً بعد الماتش بنخرج بنسلم على بعض ما فيش أي حاجة ولو فيه انكالي بنعود مع بعض يعني ما فيش أي مشاكل خالص بتدور بين اللعيبة بغيى جوا الجيم وجوا الصلاة وخلاص بهم موضوع جوا الملعب ببرا الملعب الموضوع انتهى خلاص ما بنتكلمش فيه ببعدين صحاب عادي جداً ما فيش أي مشكلة الكرة بتاعت أحمد الأحمر مع حمايد وأحمد الأحمر أنا عارف وواصفك أن أنت عارف أنه قد إيه لعب مؤدب ولاعب تاريخي في كرة اليد في مصر طبعاً 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 وانا بفرج إنه مش يعني مش قصة أول حاجة امطرده طبعاً بس حسيت إنها مش ما أنتوا في الملعب كنتوا شايفين إيه لأ هي كده كده دي ما لهاش علاقة ده قانون مش مقصودة طبعاً هو مش بقاصد هو قاصد يشوت من فوق دماغه أيوة بس بقدلك طبعاً ليه فجات في وشه أيوة القانون بيقول إن إنت لو فيه مواجه للجوم مباشر ما فيش أي مدافع ولا أي حاجة وشتت الكرة في وشه دايريكت كانت أحمر صريح ما فيهاش نقاش عشان كده هي حتى الكرة ما كانتش قوية وكانت يعني هو عاملها بستايل كده بسكيلز عنده فهي الكرة جات ضعيفة بس جات في وشه فلا في القانون أحمر أنت عارف يا كابتن أحمد عشان بس إيه أنا ليه حبيت إن إنت توضح لي عشان طبعاً أحمد الأحمر طلقت لين اللوقتي على تويتر وعلى موقع اكس وإزاي يعمل كده وإزاي يضرب اللعب في وشه أنت بقولي كبروا الموضوع الناس كبرت الموضوع لا دا 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 شخصية محترمة جداً وكله بيحبه دا أسطورة أصلاً في اللعبة بتاعتنا لا أنا مش شايف الموضوع ما فيهاش أي حاجة وما فيهاش أزا ما فيهاش أي مشكلة خالصة هو شت الكرة في وشه حتى هو كان عارف بس هو راح قال لي حكم قاله هي جاد في كاته الأول وبعد كاية في وشه عشان إحنا بتتكلم في قانون مش بنتكلم إن أنا جبتها في وشه ولا لا أهو حكم في قانون ما طبعاً أما أما حمايد طبعاً بقه وكان فيه دمه وعينه كان التورمية شوية آه عشان الكرة ليفت نائع على وشه يعني طبعاً. طبعاً حكم أول لما شاف المنظر دا كريت في وشه أحمر. آه. والله يا كابتن أحمد حسنا. فدا قانون مش أزا ولا حاجة. توضيح مهم جدا أنا بشكرك عليه وبهنيك مرة أخرى الفوز النهاردة وأدائك النهاردة مع الأهلي بكاس سوبر أفريكو التعالي كاس عام الأندية إن شاء الله تشرفونا واتشرفو كورترياد المصري بإذن الله في البطولة بإذن الله إن شاء الله رباه خليك طبعا نادي الفوز طبعا لجمهور الأهل العظيم واجلة الإدارة والناس كل الناس اللي كانت ورانا واسقة فينا وعرفيا إن احنا هنجيب البطولة إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا كابتن أحمد عادل نجم فريق كورترياد بيئة النادي الأهلي ونرجع مرة أخرى لزمراء العزاء هاني عبدالصبور وعمر جبالة وأبدأ بيئة عمر جبالة فريق الزمالك فاز الأمس بمباراة الأهلي في الدوري الممتاز توابع ما بعد المباراة وما حدث قبل المباراة عشان يقدر الزمالك يفوز بهذه المواجهة بص أنا عايز أتكلم في نقطة مهمة جدا نهاية كانت أساس إن الحاجات دي تحصل في الفترة الأخيرة في نهاية زمالك إن هو الفرقة بدأت تقف على رجلها الزمالك محققش بطولة ولا حاجة زمالك بدأ يوصل لمرحلة يعني خلاص موضوع إنه يجيب الثلاث نقاط ويتأهل لنص نهاية الكمفدرالية وجزي جمهزة عينه عن لقب يعني في الكمفدرالية وده الهدف الأساسي اللي متفق عليه داخل الزمالك ولكن اللي حصل قبل القمة واللي حصل في الاجتماعات مع جمهزة كريم هو خلى الفرقة عندها نسبة تركيز أكبر كان دايما في الوقت ده من الموسم كان كل الناس تبدأ تتكلم على صفقات الزمالك فالإدارة المرة دي التعامل مختلف الراجل المدير فني موجود نسأله على موضوع الصفقات خب بالك كل حاجة بتوصل مش حاجة بتستخبع لعبت الكرة كل حاجة بتوصلها اللي الراجل قاله في جلسته مع مجلس الإدارة اتعرف داخل الفريق فخلى حتى التركيز معاه كبير واللعابة كلها متحمسة للتجربة مع الراجل ده مش بقولك هو قال حاجة يعني هي دي كان مفروض تبقى الطبعية الراجل قال إيه قال لي الإدارة أنا دلوقتي في نص موسم وعلى وشك إن أنا خلاص في مراحل الحسم في بطولة الكونفدرالية وعندي مطشط مهمة في الدورة فأنا مش هتكلم على ملاف الصفقات تماماً وبالعكس أنا كمان مش أحدد مراكس لإني لو حددت مراكس دلوقتي وتعرفت إن أنا محددت مركز مثلاً إن أنا بالتأكيدة كريم من غير ما تسأل إذا ما لك هيدعم في مركز حراسة المرمى مش محتاجة أصلاً ولا صحة فيه ولا معلومة لا أكيد مليون في المية مع عواد وصبحة ولا أتنين هيمشوا ولا أتنين هنيجي المضادة بس خليني أكمل لك الحتة دي فألوم أنا مش حتى يعني جوزين جوميز أنا مش حدد مراكس في الفريق محتاجة للدعم لإني لو حددت مراكس قلت مثلاً حراسة المرمى يبقى ماشي صبحة أو عواد أو الاتنين قلت عايز في مركز الدفاع في قلب الدفاع محمود حالق كده ركب الطيارة خلاص يعني معناه أن زمنك مش هيجدد له عقده لو قلت عايز بك يمين يبقى هنا فيه مشكلة مع العيب في الفريق فالراجل قال أنا مش حدد مراكس مش حدد صفقات مش هتكلم في الكلام ده أنا مراكس في اللي باقي في الموسم إحنا في مراحل حسم كل تركيزي أن الفريق يكسب ده وصل للعيبة إن كل اللعيبة عندها فرص يعني مثلاً زياد كمال اللي متصدر لناس إنه بره الصورة تماماً طب موسيف جعفر خرج ماتشو دخل ولعب ما فيش حد عند الراجل بره الصورة فاللعيبة حست من الكلام اللي وصلها كده من جلسات المدير الفني مع الإدارة إن الفرصة متاحة للجميع حيل وإن ما فيش حد بعيد وإن كل الناس هتشتغل مع الراجل فكله بقى عنده نسبة تركيز أكبر فاللعيبة بقتد بروح وبالك زي مالك جوزيج ومس يعني بجمع القراء كان عنده أخطاء كبيرة فعلى مستوى التغيير عم استوى إدارة المباراة ولكن الروح اللي بقت موجودة داخل الفريق وفكرة إن اللعيبة عارفة إن لسه الفرصة موجودة ولازم يعني 90 ديئة أقدم فيها كل اللي عندي ده كان سبب من الأسباب الرئيسية إن الزمالك يكسب القراءة حيل بالمناسبة طيب قبل ما أروح لهاني لو جوزيج ومس كان خسر المباراة دي كان يبقى فيه الكونفدرالية هي الحاسمة في مصير جوزيج ومس مع الزمالك اه مش ماتش لأه الديربي كان اه الديربي يعتبر بطولة جماهيرية اه هي ما فقاش جواز ولا حاجة يا بطولة على المستوى جماهير الناديين اه كان هتقلل ثقة الجماهير فيه شوية وكانت هتخلي الإدارة تبتلي تجهز سرزتي اه وتبتلي تجهز قراء وتبتلي تتكلم في المدربية كانت ممكن تعمل شوية لغط ولكن هي بطولة الدورية مش حاسمة في مصير جوزيج ومس عظيم طيب هسألك على كل حاجة يا الله كما بعد المباراة بس فيه سؤال عايز اعرف اجابته تمام بيرسي تاو مصاب ولا لا لا مصاب اكيد اه بس ايه الاصابة بقى ايه الازمة اللي الناس بتقول فيه ازمة اه بيرسي تاو مصاب فيه الكاح اصابة الاشعة والتحليل والفحوصات واي جراء طبي بيثبت ان رجلك سليمة هو عنده جزء من تورم لما بياخد مسكن وبيربط قربية الضغط بينزل يلعب ليه بنقول الكلام ده لانه في مباراة سيمبا في العودة لنا اللي كانت في الكايرة بيرسي تاو عمل كده الجهاز الفني قال لأنا محتاجة قد يقدر تلعب الجهاز الطبي اكد انه هو يقدر يلعب بمسكنات شبه فيها اي مشكلة بعد كده فالراجل كولار خده معاه على الدكة على اعتبار انه هو لو يحتاجه يدفع به حسب مجريات اللعب طبعا الالي كان عامل اداء والعروع ونتيجة والكلام ده كله ففي الاخر بيرسي تاو ما لعبش فحصلت ازمة ما بينه وبين الراجل ايوه قال له انا مش هلعب تاني غير وانا سليم بنسبة 100% انا ليه ربط رجلي وليه ااخد مسكنات وفي الاخر ما لعبش قبل القمة بـ 48 ساعة الطلب من بيرسي تاو انه هو يجاز عشان يشارك في مباراة القمة رفض تماما وقال لك انا مش هلعب غير لما التورم اللي في رجلي يروح خالص نهائيا وابتدى لعب وانا سليم انا مش هلعب بمسكنات تاني علشان خاطر ما تعرضش لأي اصابات او اي تطور تاني في الاصابة وكده كده الراجل بيحتاجني او ما بيحتاجنيش مش هلعب غير وانا سليم وده اللي خلى اللغة في الساعات الاخيرة بيتكلمه على فكرة انت بيرسي تاو وازمة بين الراجل وبين بيرسي يعني الراجل ما تدقيقش من بيرسي تاو لما قال انه هو مش هيلعب اللي هو جاهز بس خلينا اقول لك مني يعني لما بنسأل كده عن كلها يعني طيب جدا راجل طيب يعني انت زي ما انت عايز انت حبيب تلعب حبيب مش حبيب تلعب مش هتلعب طالما دي وجيت نظرك في الوقت الحالي بس انت ترجع بقى الفريق وتلعب بشكل اساسي ده انا اللي حدده ازاي ما عمل مع كهربا لما ما سفرش مع الفرقة وعمل قبل كده مع عمر السلية عبدل قادر نفسه المشاهد كلها بتؤكد هزا الكلام لكن بيرسي تاو انا هامل لك اللي انت عايزه خلاص انت مش قاعد تلعب سانت بتقولي انا مش قاعد رعب مش هاخد مسكرات ومش هلعب رجلي ورمي مش تلعب غزبا عنك مش تلعب غزبا عنك بس ترجع بقى بمزاجي بس لما دي ترجع ترجع بمزاجي وده اللي عمل اللغط في الساعات الاخيرة خلينا اقول لك ان المعسكر كله كان فيه يعني المشاهد كلها بتؤكد ان فرص الزمالك اكتر من فرص الاهل في المكسل ليه الاهل ركز على الغيابات ركز على الكلام في المبررات خلي اقول لك كولر نفسه كان بيتعامل مع مبارات الزمالك ان هي مش اهم من مبارات مازمبي يعني حتى كان فيه خلاف ما بينه ما بين الكابتن سامي ومصان على التشكيل لما تعرف التشكيل كابتن سامي ومصان كان عنده اعتراض على بعض الاسماء ابرزها كريم ندفيد مودست عمر كمال قدام محمد هاني انت بتلعب اتنين باكين فبتدمر الجابهة في الوقت اللي احنا عندنا فيه اجنحة هجومية فاتقال نصا انا تركيزي مش مبارات الزمالك فقط مبارات الزمالك مباراة عادية في الدوري بثلاث نقاط زيها زي اي مباراة تركيزي كله في مبارات مازمبي فانا مش هلعب بالقوة الضربة اللي موجودة عندي واروح مبارات مازمبي مجهد وبالتالي اتعرض لهزيمة ثقيلة في الوقت ده من الموسم في مباراتين مهمتين فانا مباراة مازمبي هي الاهم بالنسبالي في المشوار في الوقت الحالي عن مباراة الزبالك وده اللي قاله لما رجع مباراة الملعب التتش كان متدايق جدا الراجل قال كلمة اين في القوضة جماعة احنا خلاص صفحة وتقفلت نركز عن درام قدشين مازمبي يلا مع السلام بدك كلمتين اللي قالهم مباراة فيه بس هو قال ما قالش غير دوري بس هم دوري كلمتين عظيم احنا نستمكملين مع حضراتكم بعد الفاصل يجي في حراس مرمى نادي الزبالك لشنو همت شوية قال انه الزبالك هيتعاقد مع حارس مرمى خليكم مرمى يعلم بحضراتكم مرة اخرى عمر مين هيمشي من حراس الزبالك ومين هيجي انا مقولش مين هيمشي ولا قلت مين هيجي يا عم انت مش قلت هيدم حارس مرمى بص ادارة نادي الزبالك هتوقد مع محمد صبحي ومحمد عواد هيعرضوا عليهم مبالغ سبعة تمانية تسعة مليون جنيه يعني انت الضروة اهلم اللي بياخدوه اه سيبك اقل اكتر انا بقولك المبالغ اهو على طول يعني اكيد اهلم اللي بياخدو عواد انا مش اقعد احسب بياخدو عواد وشيل الدرايب هو اقل من العواد حتى بعد ما تشيل الدرايب اهلم اللي بياخدو عواد اه فهيتعرض عليهم من سبع مليون لتسعة مليون حيلا دا السقف الدرية زمالك هتحطه في التفاوض معهم وبعد ما تجدد لهم اه ممكن يتجدد العواد اه طب لو عواد جاله عرض كبير من الخليج اه هيبقى الموضوع صعب بالنسباله صبحي اه اه عرب طبعا لبيرامنز اه هو في حسابات نادي بيرامنز وعنده اكتر من عرضه من دور المصري طبعا فيه اهتمام من فاركو فيه اهتمام من اكتر من نادي البنك الاهلي فيه اهتمامات بيجيله من وكلاء لكن العرب للتجديد فيهم الاتنين دلوقتي الوضع الحالي في الزمالك هو عواد انا كنت مفكر النهاردة لو الزمالك عايز يجيب حارس من الدور المصري يعوض بيه يدعم بيه من الحارس اللي ممكن يبقى افضل من عواد وصبحي هو مش افضل من عواد وصبحي يا كريم بقدر ان ان انت هتشيل مرتب كبير ويبقى عندك حد مستقبلا ينفع يبقى رقم واحد لان انت في الاول في الاخر مش يعني يعني عواد وصبحي عندهم مشاكل بين الكل انت عملت رففني حول نفسي مين الاسم؟ لا لسه متحددش مين الاسماء المرشحة؟ حارس ام بي مرشح حارس طلع الجيش مرشح مش في الصورة جنش احمد الشناوي مطروح ولكن ادارة زمالك محددتش لين زي ما قلتلك فول كلامي ان المدير الفاني لغاية دلوقتي هو مش هايز يتكلم في اسماء استفقات بسامي اخباره بسام هيبقى بعيد بسام اعتقد انه الموسم اللي جاي مكمل عادي مع اسراميكا فلا يبقى صعب مش هيجي الزمالك حاس انها صعبة يعني بعد المباراة عرفت انه كباتي النادي قالي سواء عمر السلية عمر السلية تحديدا من الناس اللي كلمت كتير مع اللعيبة رامي ربيعة كمان اتكلم كتير مع اللعيبة رامي ربيعة كان من اللعيبة اللي اتعرض لكثير من الانتقادات في المباراة الامس كلامه كان عامل ازاي بعد المباراة؟ هو كان كلامه في فكرة الانتقادات احنا لما بنكسب الجمهور ده بيشيلنا ويطلعنا فوق السماء فطبيعا لما نخسر هنتعرض لانتقادات ناس كتير بتحمل رامي ربيعة تحديدا الهدفين مسؤولية الهدفين واي هزيمة بتحصل في النادي الاهلي بيشيلها رامي ربيعة رغم ان انت لما تيجي تشوف الارقام الموسم اللي فات والموسم ده تكتشف ان الاهلي الموسم ده عنده صغرة دفاعية كبيرة جدا جدا لان تقريبا ظاان اعلاد الاهداف اللي تلقاها الاهلي في الدول طول الموسم اللي فات في الثمانية وتمهاتين موبرى اقل من علاد الاهداف اللي تلقاها الاهلي في علاد الموبرات اللي لعبها هذا الموسم انا مشوف دائما فين مبالغة فطبيعا قار arrogance ماكدش موفق كوارتين اصلا بطاعة زیزو متب�اعة الجزيري طيبADA انقاذ عالمي اللي عملوا العيد تاني منل الله على هوا الجانت السوشيال مية بتاعت زيزو بس هوا لماه لما كلتاني انت عبد المنعم هو برضو اللي أنقاذها هو اللي أنقاذها سعر طب دا لو لعيب من اللي هو اللي السوشيال ميديا بتحبه أو الليجان بتحبه شكرا خلاص مش هيشيل انت الأول كرة أصلا غلطة من عبد المنعم طب انت بتحمل رامي ربيعة ليه كل الأخطاء الدفاعية ليه ليه بتتكلم عن محمد هاني في لعيبة معينة داخل النادي الأهلي أي حاجة تحصل هيتم مهاجمته طب ليه في لجنة أو في لجان تستهد في رامي ربيعة مثلا مش محبوب مثلا أسباب كتير جدا مش محبوب دا واحد من النادي الأهلي مبداية دا قائد تاريخي ها نظبط الدنيا يعني واحد من النادي يعني أرقام كتير جدا ما بتتكلم عن رامي ربيعة وعدين رامي تزلم كتير يعني رامي عدى بمراحل إصابات كتير راجل بيقعب بره ما بيعملش مشاكل بيطلع بره لسكور خالص ما بيعملش مشاكل جدد رامي بيجدد رامي هتلعب هتلعب هتقعد هتقعد مفيش مشاك طب ايش معنى رومي طب ليه لين الناس ما بتجمش عبد المنعم واي اعلامي بيفكر يقول ان عبد المنعم فمش فوق ستوى يا راجد ده عبد المنعم بارح الناس جايبينه من فلق يعني بص معزبين عبد المنعم بارح ده مبارح بس ده مبارح صح عبد المنعم مدافع كويس يعني مدافع كويس بس لازم دايما في مصر يفرق ما بين هبه هو قولر مدرب وحش ولا كويس كويس جد طب ليه الناس بتهاجمه عشان مباراة مباراة صح ده عشان مش هبماشا يعني انا بفتكر كلمة الكابتن ويا الجمعة قالك اللي بيعمل باص غلط ومش هنكسب هنبهدل في التلفزيون بالليل الباص اي انت عمجرد ما عملت باص ومجادش معاك انت خلاص بقيت لعيب سايق ولا تصلح للنادي الاهلي والفلوس فياريتك عجال كتير جدا وده من اسباب عم نيجي نتكلم عن مجمل اسباب القرى المصرية والفشل اللي احنا فيه السوشيال ميدي مين من اجانب النادي الاهلي مكمل مين من اجانب النادي الاهلي مكمل موسيقى اللي جاي يعني الحد دلوقتي ياواريد اصلين اللي ده بنذبت اللي انت بتقدر عليه تقول بنذبت 100% يا مودست يمشي لا مودست ميشي اصلا يعني مودست ما اسماش كده مودست ما جايش اصل لا جاي عشان شافت تشييرته اغلى كبيت شايف التاريخ يعني انت دلوقتي بتكلم عن مودست وعلي معلول معلول مش برضو مشي؟ مشي خلاص معاقده خلص معاقده خلص ما وصلوش لسه للتجديد والشروط اللي حالتها النادي الاهلي بس مش هيجدد؟ لا الشروط مش عاجبة علي معلول انت توقعاتك او معلوماتك لا لا مش هيجدد مش هيجدد وانا شايف هيتبقى يعني ساقطة كبيرة لمجلس ادارة النادي الاهلي لو جدد عقد معلول بالارقام اللي عايزها معلول تجدد اللي لعب خلاص بيفنش معاك حياته تم المبلغ ده ضيف عليه رقم تاني يعني معلول بيتكلم في مليون و 500 ألف دولار حط 500 ألف دولار تاني وقت لعب عنده 22 سنة 23 سنة وده من ضمن طلبات كولر عايز باك شمال أجنبي مدافع أجنبي ومهاجم أجنبي عشان كده بقولك فيه الأجانب لسه عليهم كلام بيرسي تقول لو جالوا عرض ممكن يمشي ديانج أزمة كبيرة داخل النادي الاهلي بيدورو على تس وحاولين يعرفوا ايه السر أصلا اللي بيحصل مع ديانج الإصابات المتتالية بقولك فترة كبيرة جدا كده غايب عن المباريات عندهم تخوف أنه هو يكمل أو ما يكملش ربما يكون معاه حل زي كندوسي يطلع أعارى لأي نادي يتدفع مرتبه لحد ما يشوفه يعملوا ايه معاه في السيزون الجديد كندوسي هيرجع الموسم الجايب أو مش هيرجع؟ لو ملقوش حد في نص الملعب قوي أقوى من كندوسي كندوسي رقم واحد هيبه موجود هيبه موجود على اعتبار فرن الأهلي كده كانا بيدفع 60% من رد الأهلي وهو مع سيراميكا بيدفع 60% من رد بكندوسي طيب هل سامسون أكنيولا هو اللي كان يبدأ مباراة الأهلي ولكن الجهاز المعاون هو اللي ضغط في فكرة سيفي الجزيري ولا الكلام دا مكانش موجود؟ لا الكلام دا مكانش موجود من البداية جزيجو موز محدد أن سيفي الجزيري هو الأفضل لمبارات النادي الأهلي وعنسقة كبيرة في سيفي الجزيري سامسون لما بينزل أو بيلعب ويشارك مع الفرقة في المبارات الأخيرة هو عارف أنت بيين أمارا أنه يستاهل الفرصة لكن هو سامسون أكنيولا السنة الجاية مثلا مش موجود مش موجود يعني بلغ عمره مش شرق؟ هيتبلغ يزور مش لحد إبريل أو كاربولو حد واحد إبريلي يتبلغ يعني هتبلو يتبلغ الموضوع هيتم بالتفاوم فيها يعني بص الراجل أصلا لما كان ليه فلوس تفاهم بشكل عادي خالص وكانتش فيه مشاكل لأن درا طالما بتوفر الفلوس اللي أنت مستحقاتك اللي أنت عايزها اللعبة ما تعملش مشاكل ليه مهابي ياسر وزياد كمال ما دخلوش قايمة مباراته للقم لأنه هو مؤسم الموضوع أنه هو شايف أنه فيه تدوير لازم يحصل هيستفيد هنا بسيف جعفر مثلا وإشحاته وعبد الله وحمدي ونصر خد بلاك كريم أنه مثلا في مراكز الوسط والهجوم فيه وفرة عند ناس الزمالج من المريكاتو الأخير فبالتالي فيه لعيبة لسه أنت عاطف ما شفتهش خالص شاه هل هو عنده مشكلة معه عاطف بالعكس يعني هو شايف أنه هو يعمل تدوير ما بين اللاعبين هو أنت عارف بس عشان الرقم اللي جاي بيه زياد كمال أو الشروط أو الدين اللي حصل ما بين زمانك وإن بي كان كبير على زياد كمال فهو عليه لغط أنه هو الرجل عايزه ومش عايزه لكن الرجل شايف أنه من الأفضل للفريق أنه هو التدوير ويشف لعيبة كلها لعيبة كلها تقود فرص فما فيش مشاكل في الموضوع يعني ما فيش أي مشكلة حسيني تعايته لحاجة هو بالتكلم لا ده أنا كنت بسأله بسه سنفيش شرط في عقد سامسون ده ببالغه قبل يناي هو ماشي نص الأهلي فجاي عايز يماشي نص لا مش بماشي فيش شرط في عقد هو هل يمسك ملف الأجالي كان معنا العقد كنا زيبالنا جايبين العقد فشفناه فبالغه في واحد إبريل إنه هو مش متكمل الموسم الجديد ده كده ما علاكش أي جزائيات شرط جزائية فبسأله ببالغ فبقولك الأمور هتمشي بالتفاهم وما فعاش مشكلة هو المشكلة هتبقى في الزمالك في الفترة اللي جاية طالب نتكلم في المشاكل يعني يا باتشيكو قضية باتشيكو هتبقى على وشكل نهي خلاص يصدر فعا حكم بالنهي يعني الموضوع هتبقى من خمسمائة ألف المليون دولار فالناس بتشتغل على ملفات الأضايا سواء باتشيكو أو خالبه طيب عشان مشاكل إيقاف القيد اللي كانت ملاحقة الزمالك فدي الحاجات لكن الوضع الحالي بالنسبة لسامسون أو أي لعب الأجانب اللي هيمشو الإدارة هتبقى حريصة حتى إن التسوية تبقى كلها بالتفاهم إن يا جماعة اتشرفنا بالفترة اللي أنت وضغطها في النادي لك إيه عليك إيه تعال نخلص الموضوع نعمل عقد التسوية والأمور تبقى ماشية فيها طراضي اللي ممكن تيجي فخر السنة تلاقيه ما بيعملش كده وأبراهيم أنضاي طيب عاش لك عن خالد بيبو خالد بيبو مدير كرة في النادي الأهلي ودائماً بيتحط في مقارنة مع كابتة سيدة عبد الحفيز هل خالد بيبو يؤدي عمله بشكل جيد في النادي الأهلي ولا في مشاكل في الفرقة ونسمع كلام كثير على السوشال ميديا تحديداً لما الأهلي بيخسر أو بيتعادل من الفرقة فاكة في مشاكل في الفريق خالد بيبو وضائي في النادي الأهلي طيب علشان بس ما نظلمش حد أي مقارنة مع أي مدير كرة في تاريخ النادي الأهلي كله مع الكابتن سيدة عبد الحفيز بالأرقام والإنجازات والبطولات في صالح الكابتن سيدة وبتظلم أي حد يشتغل جنبه تاني حتى الأسماء اللي الناس بتقول عليها أسماء عظيمة بالمدة كلها في صالح الكابتن سيدة كده كده المقارنة مش أرقام في مشاكل على اعتبار أنت لسه داخل عايز تعرف السيستم اللعيب اللي أنت بيتجيبه جديد داخل النادي الأهلي بياخد الوقت عبال ما بينساجم وبيتأكل في مشاكل الأزمة اللي حصلت وخلت الناس بتتكلم أن أنت الكابتن سيد كان مستقر كانش فيه أي مشاكل كان فيه اتفاق كبير جيب الدم بينه وبابين كولر فأنت غيرته مرة واحد وبالمناسبة كان فيه الجلسة اللي هي تأجلت الجلسة اللي هي النهاردة دي كتب مفروض جلسة بابينك كابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط وكولر كولر كان مجاهز النهار مش شكوى نوعاً طبعاً التحفظات على الجهاز الإداري كابتن خالد بيبو الجهاز الإداري اللي معاه والجهاز الطبي للنادي الأهلي بسبب مدة غياب اللعيبة المصابة والتشخصات بعض التشخصات خاطئة في لعيبة بتقال عليها جهزة تنزل الملعب ما هياش جهزة في لعيبة بيقول لك خلاص بيت سليمة ما تنزل الإصابة تتجدد عندها مرة تانية فده كان كولر تابوا ليه عنده تحفظ على الجهاز بيبو هو شايف أنه هو ما بيوفر لهش الدعم والحماية اللي كان موفره له الكابتن سيد عبد الحفيز يقول لك أنا في حاجات بره الملعب أنا بأتفاجئ به يعني كان حتى الأزمة بتاعت كهرباء والفرح بتاع أخته ويحضر ولا ما يحضرش الكلام ده كله دخل فيه كولر مع أن الكلام ده أيام الكابتن سيد خلاص جلسة ما بين الكابتن سيد واللعب والموضوع بينتهي تماماً هو عنده بعض التحفظات شايف أنه أداء الكابتن سيد أداء الكابتن خالد مش بنفس القوة بتاعة الكابتن سيد وبالتالي من حق الراجل المدير الفني أنه هو يبدأ اعتراضه على الأهل طيب لو أبدأ اعتراضه هالله هيتطلب عودة الكابتن سيد عبد الحفيز بعد مباراة مزيمة يعني أنت عشان تغير الكابتن خالد بيبو مش أتجيب حد تاني يعني لو الكابتن خالد بيبو لا يكمل بيرجع الكابتن سيد عبد الحفيز إنما عشان تجيب اسمي ثالث ده صعب لو عارض على الكابتن سيد عبد الحفيز يرجع هيوافق بالنسبة كبيرة جداً بس ما فيش حد يقدر يقول للأهل لا خصوصاً الكابتن سيد فيه ناس كده معينة يعني بعض الأسماء في الوسط بتقول له النادي الأهل وهو مغمى ده يروح يفتح الباب الصبح أتليها والواحد يعني ممكن يبات قدام النادي كمان عايز سألك على موقف مشابين الزمالك من مباراة طي دريمز الغالي آه أزيزو الكادمة في وجه القدم وفتوح الشد يعني الأمور دكتور اسامة بيعمل في المساطة الأمور بسيطة إن شاء الله آه أنا عايز أقول لك على حكتين عندي بقى آه عندك إنت فضل أنا هتكلم آه فضل أوباما آه واللي جدد للزمالك إحنا كلنا بنكلم في ملف التجديدات اللي جدد للزمالك هوش كبالة صح القادم هو أوباما هو ما هيجدد آآ لأن حتى معل السقف اللي تحط اللي أنا قلت لك على الفلوس بتاعته أوباما من اللعيبة اللي هي مش تقولي الزمالك لقى على أي حاجة يعني عشان كانت قال الزمالك آآ كانت قال قبل كده إن أوباما فيه باند في عقده وبيقول إن محدش يدخل فرقة أعلى منه آآ أنا بقولك إن أوباما آآ اللعيب اللي هيجدد بعدش كبالة لأن أي لو الإدارة صحية الصبح عرضت عليه أي رقم سبعة تمانية تسعة هو هيوافق تلقائي وهيجدد عقده فده أسهل حده هيجدد للزمان اللي كانت فترة اللي جاية فاضل من تاني لأن شهر الموضوع فاضل محمود علاء مثلا محمود علاء تقريبا الرغبة عند الطرفين موجودة إن ده آخر موسم بالنسبة لمحمود علاء محمود علاء ملتزم بعقده لنهاية الموسم ولكن قد يحدث مفاجأة شهر مثلا خمسة ستة اللي جاي إن هو لو مش يخلص في الدور المصري يعمل زي ما فرجاني عمل زي ما طريق حمد عمل زي ما عشر من شارق عمل وإذا كان هو هيتجه لو توفر ليه عرض خليجي وبيبحث عن عرض خليجي لو توفر له خمسة ستة هيقول أنا ماشي لو ما توفرلوش عنده أربع عروض من الدور المصري من برامتز من فيوتشر من البنك من سراميكا الموسم القادم اللي هو ألفين أربعة وعشرين ألفين خمسة وعشرين أه قائمة الزمالك الأولى في الموسم لأي مباراة هيكون فيه عزيزو؟ سؤال صعب بس من المفترض أن يكون فيه عزيزو من المفترض؟ من المفترض يكون فيه عزيزو بشكرك شكرا جزيلا يا عمور بشكرك شكرا جزيلا نهاني نورتوني وشرفتوني حبيبي عمور اختبع حليتنا النهاردة من رقم عشر يا رب تكون استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب حلالة خير